بداية هل تتوقع أن لبغداد تأثير على انتخابات كهذه انتخابات أقليم كردستان خاصة حينما نريد أن نتحدث عن المناطق المختلطة كما جرى اليوم في التصويت الخاص مساء الخير أستاذ عبد الرحمن تحياتي لكم ولست أمل ومشاهدي فلوجة الفلوجة الأكارم يعني لا تصور أن تتدخل بغداد وكان عددك حسب معلوماتي تعهدات من الأطراف السياسية المتنفذة في بغداد أن لا تتدخل سواء عن طريق الأمور الفنية وحتى عن الأمور السياسية في موضوع تأثير على نتائج انتخابات أقليم كردستان هذا ما سيحدد أكثر في عمل المفوضية المفوضية إلى الآن تنتهج منهج إيجابي ومحايد وتشرف بشكل شفاف ومستوى عالي من التقنية والمهنية على موضوع الانتخابات كما رأينا في يوم الاختراع الخاص يبقى اليوم الأهم ويوم الاختراع العام وأنا أتصور ونتمنى أن لا تكون هناك فعلا تأثيرات سلبية إن كانت تأثيرات إيجابية فلا بس من إنجاح العملية الانتخابية لكن نتمنى أن لا نرى تأثيرات سلبية تؤثر على الأصوات على عمل المفوضية وما إلى ذلك من أمور يمكن أن تعكر صفوى الانتخابات كانت هناك أمور يحذر منها الديمقراطي مثلا أستاذ ياسين حذر من سيناريوهات ربما تستهدف العملية الديمقراطية في أربيل نتوقع شيء كهذا في انتخابات الاقتراع العام يعني بشكل حصري ولمعلوماتكم أستاذ الرحمن اليوم الحزب الديمقراطي الكردستاني تسلم تطمينا كبيرا من القوى المتنفذة في بغداد أنها لن تؤثر ولن تتدخل لا في أربيل ولا في غيرها وستكون على مسافة حياد ووسط من جميع الأطراف السياسية صحيح كان هذا التخوف موجود من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني لكن كما أكدت حضرتك اليوم تحديدا تسلم الحزب الديمقراطي الكردستاني تطمينات من أطراف سياسية متنفذة في بغداد يمكن أن كان الحزب الديمقراطي يخشى تدخل بعض هذه الأطراف من الإطار التنسيقي أو المتنفذين أو بعض الأطراف لكن القيادات المهمة داخل إطار التنسيقي اليوم طمأنت قيارة الحزب الديمقراطي الكردستاني بأن الانتخابات ستجرى على حسب البرنامج المعدلها من قبل المفوضية العليا دون أي تدخلات سلبية وستكون هناك شفافية ومهنية كبيرة جدا في عمل المفوضية في انتخابات اليوم الاختراع العام هل تلمس حالة رضا شعبي على أداء الحزبين الكرديين الكبيرين في الإقليم بحيث يجعل منها خبيئة الإقليم يقبلون بشدة نحو صناديق الاختراع يعني ما شهدنا في الحملات الانتخابية وكانت نوعا ما مميزة في ناحية شحذ الهمم وشحن العواطف لأنصار الحزبين الكبيرين تحديدا يعني يمكن أن يعطينا مؤشر بأن الإقبال سيكون كبيرا أو جيدا جدا يعني نحن كمراقبين نتوقع أن يكون نسبة الإقبال بين 70 إلى 80 بالمئة كان هناك في الاستحقاقات السابقة عزوف كبير عزوف ملاحظ ومؤثر من قبل الناخب الكردي لكن الحساسية والمنافسة القوية التي شهدناها في الحملات الانتخابية لا سيما فيها القيادات قيادات الصفة الأول من الحزبين وبقية الأحزاب أنا أتصور أن هذا الموضوع سيؤثر إيجابا في نسبة المشاركة وإن أثرت سلبا في تعميق الهوى النفسية بين أنصار الأحزاب لكنها ستؤثر برأيي وكانت حركة ذكية من الأحزاب باعتبار كما قد لشهد الهمم وكسب عاطفة الناخب الذي كان يمكن أن يفكر أن يكون مقاطعا لكن حسب المؤشرات الآن موجودة والاستطلاعات والاستبيانات يمكن أن تكون نسبة المشاركة جيدة وفاعلة في انتخابات إقليم كورستان للاختراع العام بشكل خاص من أربيل اللي كنت معنا المحلل السياسية سيئنا عزيز شكر لك